على كل من دمعات مجز لهم الأخبار مع مننا تفضلي منه شكرا ليك شازلي أتمنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجز الأخبار من التليفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن كوب 27 فرصة لإظهار الوحدة ضد تهديد وجودين لا يمكننا التغلب عليه إلا من خلال العمل المتضافر وتنفيذ الفعال وخلال كلمته الترحبية على الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤتمر الأطراف أشار الرئيس السيسي إلى أن استضافة مصر للدورة 27 للمؤتمر تصادف هذا العام الدكرة 30 لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ مشيرا إلى أن مصر تثق بأن العالم سيكتمع معا مرة أخرى لإعادة تأكيد التزامها بأجندة المناخ العالمية على الرغم من الصعوبات والشكوك التي تنطوي عليها وشدد الرئيس السيسي على أن مصر لن تدخر أي جهد لضمان أن يصبح كوب 27 هو اللحظة التي ينتقل فيها العالم من التفاوض إلى التنفيذ التقى سفير مصر لدى المجر محمد الشناوي برئيس البرلمان المجرية لازلو كوفير حيث أوجه له التهنئة بفوز الائتلاف الحاكم في المجر في الانتخابات البرلمانية المجرية التي عقدت في إبريل الماضي ونقل له في هذا الصدد تهنئة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري ودعوته له لزيارة مصر خلال العام الجاري بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين خلال محادثة هاتفية أجرها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس تهدئة التوترات في الأراضي الفلسطينية وفي بيان للخارجية الأمريكية شدد بلينكين على أهمية العلاقة الأمريكية الفلسطينية ودعم الإدارة لحل الدولتين أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا أنظمة صاروخية متطورة وخلال تصريحات صحفية أكد بايدن أن الأنظمة الصاروخية تتيح لأوكرانيا إصابة أهداف أساسية في المعارك الدائرة بين قواتها والجيش الروسي من دون أن يوضح عن أي نوع تحديدا من الأنظمة الصاروخية يتحدث أعلنت الحكومة البرازيلية مقتل 106 أشخاص على الأقل ومازال 10 مفقودين مع خطول أمطار غزيرة على شمال شرق البلاد لليوم السادس على التوالي وقال مسؤول برازيلي أن أولوية الحكومة هي العطور على المفقودين وسط الانهيارات الطينية والفيضانات العارمة أعلنت السلطات الكولومبية أن فرق الإغاثة تحاول إنقاذ 14 عاملا علقوا داخل منجمهم في شبال البلاد إثر انفجار خلف أيضا جريحا واحدا على الأقل وفي تصريح تليفزيوني أعرب مسؤول كولومبي عن أمله في أن يتم العثور على هؤلاء الأشخاص الأربعة عشر المحاصرين أحياء ورياضيا أطاح الإسباني رفايل نادان المصنف الخامس عالميا بغريمه التقليدي الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا من الدوري الربع نهائي ببطولة رولانجاروس للتنس ثاني بطولات الجراند سلام الأربعة الكبرى وفاز اللاعب الإسباني على نظيره السربي حامر اللقب بصعوبة في المباراة التي استغرقت أكثر من أربع ساعات وذلك بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة بهذا الانتصار تمكن اللاعب الإسباني من رد اعتباره أمام غريمه السربي الذي أطح به العام الماضي من البطولة بالدوري نصف النهائي وختما يؤدي المنتخب الوطني اليوم ميرانا تنشيطيا بمقار فندق الإقامة بمشاركة اللاعبين المنضمين وكان قد انضم لمنتخب الفراعين أمس الثنائي محمد إبراهيم لاعب سراميكا كليوبترا وكريم حافظ لاعب مالاتيا سفور التركي على أن ينضم باقي اللاعبين تبعا ويستعد المنتخب الوطني لخوض مبارتين أمام غينيا وأثيوبيا في يومي الخامس والتاسع من يونيو المقبل في الجولتين الأولى والثانية بالتصفية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 ختم مجاز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يوم مصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر